ومن أولويات المرحلة المقبلة حسب آخر استطلاعات الرأي والتوافق السياسي هو تجديد الولاية الثانية للكاظم قبل نهاية نيسان المقبل وتكليفه بتشكيل فريق حكومي ببرنامج محدد يراعي استحقاقات المواطن وتوقيتات تنفيذها موضحنا أن غياب المنافس يمنح الكاظم فرصا إضافية للنجاح لذلك تواصل حكومته اتخاذ القرارات المصيرية ويشير استطلاع الرأي إلى ثلاثة محاور يتم العمل على تأمين مستلزمات نجاحها يتعلق الأول بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد منتصف أذار الجاري بعد الانتهاء من تحصين نجاحها بنحو عشرة أصوات إضافية من المستقلين وتعزيز تمسك التحالف الثلاثي بإفراغ جعبة القوى السياسية من تقديم مرشح منافس للكاظم وأخيرا تفكيك التصادم داخل البيت الشيعي بتوازن مصالح المكون لمنع العودة إلى حكم الشارع بالمفاجآت غير المتوقع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر